الحدث خلال الجمعية الاستثنائية الأخيرة للفافي لم تصنعه نظام المنافس الجديد الذي سعت هيئة الرئيس خيردين زتشي لتمريره بقدر ما صنعه رئيس الرابطة المحترفة لكرة القادم بدخلفه عن الموعد وتفضيله المقاطعة بفعل معارضته لفحو النظام الجديد وتفضيله البقاء بعيداً تفادياً لتزكية نظام يحمل في طياته بوادر رحيله من على رأس الرابطة التي بذل المستحيل من أجل اعتلاء عرشها ويذهب العارفون بشؤون المستديرة عندما يجزمون أن مقاطعة رئيس الرابطة الشغال الجمعية العامة مرده تقليص صلاحية الرابطة بدخول هذا الضيف الجديد حيث الخدمة الموسم القادم حينها ستنحصر مهامه وأعضاء مكتبه في إدارة يوميات الرابطة المحترفة الأولى فقط بعد نهاية عهد الاحتراف في الرابطة الثانية وبالتالي تكون مصداقية الرابطة قد ضربت في الصميم وعلى صعيد آخر لا تستبعد أوصات أخرى بأن يتم حل الرابطة السنة القادمة وتحول إدارة المحترف الأولي للاتحادية مما يعني أن أيام مدوار تصبح معدودة كما تؤكد نفس الأوساط أن المحترفين الأول والثاني فقدان نكهتهما بفعل البرمجة الفوضوية وغياب التشويق بدليل أن المباريات باتت تقام كل أيام الأسبوع ومشاكل الفرق مع هيئة الناتق الرسمي لأولمبيشلف تفاقمت بفعل العوائق والصعوبات التي تعترض سبيلهم إذن فرياح التغيير التي أدت على نظام البطولة قد تطال أيضا رابطة مدوار ولكل بداية نهاية